إذن قالت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن التونسية عادت لاستعمال أساليب قمعية قديمة من بينها التعذيب والاعتقالات العشوائية وحضر الصفر ضمن حربها عفوا على الإرهاب وحذرت من أن هذه الانتهاكات تهدد الإصلاحات القائمة في البلاد وفي تعليق له على تقرير قال مهدي بن غربية وزيره العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وكذلك حقوق الإنسان قال إن هذه الانتهاكات الواردة في التقرير غير مقبولة وهي انتهاكات فردية لكن هل يعفي هذا التبرير السلطات التونسية من المسؤولية؟ ألا تشكل هذه الانتهاكات طعنة لدولة القانون التي يسعد تونسيون لإقامتها؟ لكن لماذا يلقى لهم على الأمن التونسي وهو الذي يحارب الإرهاب بشرسة؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام من تونس ينضم إلينا السيد سوفيان أسليطي المتحدث باسم وزارة العدل وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب كذلك ينضم إلينا من تونس السيد منذر أشيرني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إذن مشاهدين ولكن قبل أن نبدأ النقاش بخصوص هذا الموضوع لا بأس أن نسلط الضوء على أهم النقاط التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص وضعية حقوق الإنسان في تونس أبرز ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس اعتقالات تعسفية ومداهمات تم تنفيذها أحيانا خلال الليل وبدون أوامر قضائية طالت آلاف الأشخاص أعمليات تعذيب وسوء معامل تقول المنظمة إنها رصدت 23 حالة تعرضت لها منذ مطلع 2015 قيود على سفر مشتبه بهم وهو إجراء شمل خمسة آلاف شخص هذا بالإضافة إلى مضايقات تعرض لها أقارب مشتبه بهم المنظمة تقول أيضا إن هذه الإجراءات فرضت أحيانا على نحو يتسم بالتمييز استنادا إلى مظهر الأشخاص أو معتقداتهم الدينية إذن نبدأ معك سيد منذر الشاني وانت الناشط حقوقي هل يعني استنادا لهذا التقرير تقرير منظمة أمينستي يعني هل نتحدث عن حالات فرضية هنا أم أن نتحدث عن سياسة ممنهجة بهذا أشأن شكرا على الاستضافة بطبيعة الحال منظمة العفو الدولية وسبق كذلك للمقرر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب أن أشار في تقريره الأولي إثر زيارته الأخيرة إلى تونس إلى أن هناك انتهاكات ترتكب في حق الأشخاص المشتبه بهم في جرائم الإرهاب هناك انتهاكات بدنية ومعنوية داخل مراكز الاحتجاز هناك الإقامة الجبرية التي تفرض أحيانا بدون قرار كتابي ولا توجد منظومة قضائية فعالة وسريعة للطعن في مثل هذه القرارات هناك المدهمات التي تحصل فيها تجاوزات هناك أيضا البطء في المحاكمات هناك حرمان المشتبه بهم في قضايا الإرهاب من محامي أثناء الثمانية وأربعين ساعة الأولية وإن كان هذا ليس آليا بل يكون بقرار من النيابة العمومية في الحقيقة هناك تجاوزات ونحن بدورنا كمنظمة تنسي للمنهضة التعذيب المسؤولية على هذه التجاوزات عفوا سيدة شارني المسؤول الأول عن هذه التجاوزات هل ممكن الحديث فقط على أعوان الأمن؟ هناك في الحقيقة الجهاز الأمني يقوم بعمل في نتاق مكافحة الإرهاب ولكن هناك أثناء عمل الاستنطاق والإيقاف هناك تجاوزات وهذا يفرض على المسؤولين الأمنيين على الرؤساء وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها في مراقبة أماكن الاحتجاز في مراقبة الاستنطاق في زيارة هذه الأماكن في التأكد من أن الأشخاص لا يتعرضون إلى التعذيب والانتهاكات ويجب أن يكون لدينا جميع أنوعي بأن التعذيب لا يوصل إلى الحقيقة وهذا جربته الدول المتقدمة وثابت وبالتالي لا يوجد أي تبرير للتعذيب سواء حالة مكافحة الإرهاب أو حالة الطوارئ يعني القانون التونسي والدستور يمنع التعذيب في كل حالات ويجب التحقيق السريع والفعال في حالات التعذيب لأن عدم التحقيق والإفلاق هنا العقاب يمس من مبادئ دوت القانون سوف نأتي على ذكر هذه النقاط وبالتفصيل ولكن أود أن نستمع إلى المتحدث باسم نقابة أعوان الأمن في وزارة الداخلية التونسية سيد قريش حاجي الذي دافع في حديث أجرته قناتنا دي دابليو عربية عن أجهزة الأمن التونسية قائلا أنه لا يتصور أن يكون هناك تعذيبا ممنهجا في أجهزة الأمن التونسية نتابع ما قاله بالضبط ثم نعود للحوار رأوا بالنسبة للعوان الأمن بصفة خاصة في تونس بعد الثورة خاصة بالمفهوم الأمن الجمهوري اللي نحب ونرسيه في الدولة رأوا الأمن التونسي ولد الشعب ومع الشعب وإذا كان ثم كما قتلك فمشكونا يقول رانيا عذبوني ولا رام ضربوني ولا رام هنوني ولا تعديولي على كرامتي أنا ما نصورش التنزيه مش ننزهه هذا داخل في صلب خدمتنا رأوا من أعلى رتبة الأقل رتبة في وزارة داخلية رأنا نعمل من أجل انفاذ القانون إذن مثل ما يقول السيد قريش حاجي إنهم يعملون على نفاذ القانون للأسف أننا فقدنا الاتصال بسيد سوفيان أسليطي لتعليق على هذا التقرير نتمنى أن ينضم إلينا لاحقا نبقى معك سيد منذر الشيرني هذا التقرير الذي تحدث عن حالات تعذيب تحدث عن حالات اغتصاب إلى أي مدى يمكن التحقق من صحة ما ورد في هذا التحقيق في الحقيقة المقرر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب أكد حصول تجاوزات وهو قابل أشخاص محتجزين على ذمة قضايا إرهابية والمنظمات الحقوقية عندما مثل أمنيستي أو هيوم رايت سواتش عندما تصدر تقارير فهي تكون متأكدة وتكون لديها معلومات موثوقة وليست من صنع الخيال هناك تجاوزات هناك تعذيب هناك انتهاكات ونحن نطالب كمنظمات حقوقية أن يقع إيقاف هذه الانتهاكات أن يتحمل الرؤساء في مراكز الاستنطاق والنيابة العامة مسؤوليتهم في منع هذه الانتهاكات وإذا حصلت فالتحقيق فيها وإحالة المسؤولين إلى المساءلة القضائية لأنه بدون هذه الطرق لا يمكن أن نصل إلى نتائج المرجوة في الحقيقة نحن كمنظمات حقوقية تصيلنا التشكيات ونجمع شهادات وهناك من يزور أعطينا بعض الأمثلة عن هذه الشهادات حتى نوصل على الأقل الفكرة للمشاهد أعطينا بعض الأمثلة عن هذه التجاوزات التي تحصل بالضبط يعني نحن أشخاص تزورهم عائلاتهم ويروون لهذه العائلات ما حصل لهم وهناك حتى أشخاص يصلون أمام قضاء التحقيق وعليهم أثار تعذيب وهذا موثق في العديد من الحالات على كل حال نحن نطالب بأن يتم التحقيق في هذه الحالات وإنصاف الأشخاص الذين تعرضوا إلى انتهاكات هناك مشكلة أيضا في تونس وهو أننا ليست لنا منظومة قانونية بالنسبة للعمل الاستباقي يعني الإقامة المحروسة التفتيش الحجز مراقبة الأشخاص التصنيف على أساس الإرهاب إلى آخره يعني هذه الإجراءات الاستباقية تتطلب نصوص قانونية يعني نحن مثلا بالنسبة إلى الإقامة الجبرية لا توجد منظومة قانونية متكاملة لهذا الإجراء وهو ما يفتح الباب للتعسف وعدم التعليل وعدم إصدار قرارات كتابية وعدم إمكانية التظلم أمام القضاء التظلم الفعال يعني هناك القضاء الإداري ولكن القضاء الإداري حاليا إجراءاته طويلة جدا أيضا بالنسبة إلى إيقاف الأشخاص أو تجميد الأموال يعني هذه إجراءات صحيح ضرورية بالنسبة إلى مكافحة الإرهاب لأن هناك عمل الاستباقي يجب أن يحصل ولكن هذا العمل الاستباقي يجب أن يحصل في نتاق القانون أيضا المنع من السفر هذا الإجراء الذي طال ألاف الأشخاص يجب أن تكون هناك منظومة قانونية واضحة لمنع الأشخاص من السفر بمعنى هناك قصور في المنظومة القضائية نعم أنا آسف للمقاطعة يبدو أن سيد سوفيان سليتي ومعنى كذلك رجل قانون الآن معنى رجل قانون وهو سيد سوفيان سليتي يعني للأسف سيد سوفيان سليتي لم نتمكن من ربط الاتصال بك مبكرا ولكن تحدثنا عن هذا التقرير تقرير أمينستي تحدثنا عن القصور مثل ما قال السيد منذر هناك قصور في المنظومة القضائية هل الأمر كذلك في تونس وهل يمكن لهذا القصور أن يتسبب في خروقات يعني حتى أن منظمة أمينستي شبهت هذه الخروقات بالخروقات التي كانت ترتكى في أيام بن علي هل الأمر كذلك؟ شوف اليوم خلينا نحط الموضوع في إطاره القانوني وبالنسبة لمعناها التشريع الجزائي التونسي هبنأكد لكونه سياسة الدولة يعني الداعمة لحماية حقوق الإنسان تتجلى من خلال الإطار التشريعي وكذلك من خلال التطبيق القضائي فمن حيث على مستوى التشريع نحط نأكد لكونه الدستور التونسي أقر سياسة الدولة سياسة الدولة لحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من الفصول وترسانة من النصوص من ذلك الفصل الثلاثة وعشرين لرفع كل التباس اللي لم يعد هناك سقوط الدعوة العمومية في جريمة التعذيب يعني أن الدعوة التعذيب لا تسقط بمرر الزمن هذي الفصل الثلاثة وعشرين تبقى ما جاء به الدستور كذلك الفصل الثلاثة وعشرين لا يمكن إيقاف شخص إلا بمقتضى أمر قضائي طيب التقرير هنا يقول عفوا هنا التقرير هنا التقرير كان واضح تقرير الأمينيستي كان واضح جدا بخصوص هذه النقطة يقول إن هناك حالات اعتقال بدون أمر قضائي يعني وتوقيف إذن هناك انتهاك واضح للقوين بحسب ما تؤكد مع احترامي مع احترامي للتقرير اللي تم تدوله أنا نحب نأكد لك من ناحية قانونية وكنيابة عمية معناها لا يبد من تطبيق القانون تطبيق القانون هو بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لا يمكن احتفاظ الاحتفاظ بشخص إلا بمقتضى إذن كتابي من النيابة العمية المختصة ربيا في جرام الحق العام وكذلك في الجرام الإرهابية هذا يعني نحب نأكده معناها كمارس يعني بصفة عملية وبصفة يومية للمحاضر في الجرام الإرهابية أو حتى كذلك الجرام الحق العام فمجلة الإجراءات الجزائية جد تقطع المسألة هذه وإذا كان ثم تجاوز بطبيعة الحال النيابة العمية موجودة وكل إنسان يتحامل مسؤوليته لأنه نحن حتى في إطار يعني الجرام الإرهاب يعني هذا القانون حصل حتى في الفصل الثاني أكد لكوره سلطات العمية طيب أعطيني تفسير تصعر على تطبيق قانون يا سيد صفيان عفوا أعطيني تفسير الآن حينما تخرج منظمة دولية معروفة بتقاريرها ومعروفة بشفافيتها حينما تتحدث أن هناك حالات تعذيب كذلك حتى ذكرت أن هناك حالة اختصاب عفوا يعني الأمر ليس بالهيين إذا كان ثم حالات تعذيب إذا كان ثم حالات تعذيب أولا نرى النيابة العمية موجودة والقضايا معناها عنده من خلال السلطة يعني من خلال الممارسة العملية والتجربة العملية نحب الأكد اللي يكونه من خلال التجربة العملية إذا كان إنسان مارس التعذيب على أي شخص يتحمل مسؤولية جزائية ونحن مثلا في إطار الجرام الإرهابية هناك جريمة ومعناها جريمة معروفة في جريمة مدحف باردو سيد قاضي التحقيق عندما تولى استنتاق أحد المتهمين اللي قاع احتفاظ بهم عاين أثر العنف وتم عرض المضنون فيهم على الفحص التبي وتبين من خلال مضروفات الملف وخاصة النتيجة تقارير التب الشرعي أن الأطراف الذوم تعرضوا للتعذيب فتم عرض الملف على النيابة العومية والنيابة العومية إذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأطراف الذوم اللي مارسوا العنف المادي على المضنون فيهم وبالتالي نحن نحب نأكد اللي كونه المحكمة الابتدائية بتونس مثلا هناك 200 قضية منشورة وكل محكمة ابتدائية في كل محكمة ابتدائية هناك يعني ما يعبر عنه بالمؤثر يعني في كل محكمة ابتدائية هناك دفتر خاص للنظر في الجرام الإرهابية هناك مساعد وكيل جمهورية مختص بالنظر في تلقي الشكايات في الجرام التعليم يعني هناك مثلا في تونس حتى نأخذ نعطي في الحديث يعني برأيك أن كل الأمور هي على ما يرم على الأقل من الناحية القانونية سيد شيرني ماذا تقول يعني في الحجج التي قدمها سيد صليتي من الناحية القانونية الأمن يمكن أن يتدخل في صورتين في صورة التلبس لا يحتاج إلى إذن مسبق ولكن القضاء يحتاج إلى أو الأمن يحتاج إلى أو من واجبه إعلام النيابة العمومية بالإجراء وفي حال عدم التلبس فالإذن القضائي مستوجب لقيمة بمداهمة أو بعمل حجز أو تفتيش إلى آخرين ما يحصل واقعيا هو أن ربما تحترم هذه الإجراءات من الناحية الشكلية ولكن ما نعاينه نحن كمنظمات وما يصلنا من شكاوي هو أن هناك خلال هذه المدهمات تجاوزات كبيرة في حق الأفراد وفي حق العائلات وهناك تشكيات كبيرة ولا يتم التحقيق طيب كيف تتعامل أنتم تقدمون دائما تقارير عفوا فغرة كبيرة يعني بهذه النقطة يعني هناك حديث عن هذه التجاوزات التي تتحدث عنها سيد شيرني يعني بالتأكيد أنتم كمنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان تقدمون تقارير وشكاوى إلى السلطات سواء المحلية أو سواء السلطات البلد يعني كيف تتعامل السلطات مع هذه التقارير التي تقدموها وكذلك الشكاوى هل من رد فعل؟ نحن كمنظمة نصدر تقرير شهري ونصدر تقرير سنوي ولدينا شبكة محامين يقدمون شكاوى لمصلحة ضحايا التعذيب ولكن ما يلاحظ سواء في علاقة بالأشخاص المشتبهة بهم في ارتكاب جرائم رهبية أو بالنسبة للأشخاص المشتبهة بارتكابهم لجرائم حق عام هناك بطء شديد في الأبحاث على مستوى الضابط العدلية أو على مستوى التحقيق وهذا البطء يجعل الضحايا في غالب الوقت ييأسون ويتخلون عن حقوقهم ولا يشعرون أن هناك جدية في محاسبة الأشخاص مرتكبي الانتهاكات وهناك الشعور عام بأن هناك نوع من الحصانة الفعلية التي يتمتع بها مرتكب الانتهاكات ربما هناك ثقافة هناك عقلية سائدة وهناك من يعتقد بأن مثل هذه الأفعال مفيدة لكشف الحقيقة سواء في مجال مكفحة الإرهاب أو في مجال الجرائم الخطيرة وهذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون متابق للواقع أثبتت التجربة أن التعذيب دائما يوصلنا إلى النتائج الخاطئة وأن الأبحاث المبنية على العلم وعلى الاستنطاع وعلى الذكاء في البحث هو الذي يوصل إلى الحقيقة نعم سيد سليطي في ذلي هذا التقرير وهذه الاتيامات الموجهة كيف يمكن للحكومة حكومة الشاهد أن تتصرف الآن ونحن نعلم أن الشاهد سوف يكون مثلا قبل بعض أيام أعتقد بعض يومين تقريبا سوف يكون هنا في ألمانيا يعني كيف يمكن أن تتصرف الحكومة التونسية في ظل هذه الاتهامات الموجهة إليها وخاصة أن تونس يعني هي يعني الضوء الذي بدأ يظهر في المنطقة خاصة بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى غير ذلك شوف أنا حبيت أكدت اللي كونه في تونس هناك إطار تشريعي ومعناها العديد من النصوص في الدستور وكذلك تونس صادقت على أغلب الاتفاقيات يعني الدولية ذات العلاقة بموضوع التعذيب ومن أهمها يعني اتفاقات مناهض التعذيب منذ سبتمبر 1980 وأكدت لكونه من خلال الممارسة العملية التطبيقية هناك إذا كان ثم قضايا يعني عنا توفي تونس في المحكمة الابتدائية بتونس هناك أكثر من 200 قضية منشورة في التعذيب وهناك قضايا منشورة لدى سيدة قضاء التعقيق واعطيت مثال في أكبر جريمة معناها من أكبر الجرام الإرهابية كيفاش سيد قاضي التعقيق معناها تعامل مع هذا الملف لأنه نحن بالنسبة لنحن مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تكون بمعزل عن احترام حقوق الإنسان واحترام الجرم الحرم الجسدي الإنسان اللي تبقى معناها حق أساسي وحق دستوري والقضاء هو موجود لحامي الحقوق وحامي الدستور وبالتالي فمعناها أنا أحب أن أكد اللي كما قلت لك العديد من القضايا منشورة ولكن مسألة التعذيب وقلت خاصة بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لأكد اللي كون الاحتفاظ لا يمكن أن يكون إلا بإذن من النيابة العمية واعطيت مثال حي أنا أحب أن نفسر مثلا الأسباب مثلا البطء كما تفضل الأستاذ مدرشيني وقال اللي كونه ثم بطء في التعامل البطء في التعامل ليس لسبب بتاعه هو القضاء ولكن خصوصية جريبة التعذيب كما قلنا في العديد من صعوبة الإثمات وسعوبة ركن إثمات ركن الإسناد لأن في العديد من الملفات المنشورة الممسادة قضاء التحقيق لاحظنا اللي كونه ثم مثلا صعوبة إثمات وخاصة إثبات ركن الإسناد وكذلك في العديد من الملفات اللي كونه العديد من المتضررين وقع معناه تراجع حتى في تصريحاتهم وكذلك مثلا في جريمة التعذيب لابد من توافر الركن القصدي في جريمة التعذيب وهو الانتزاع الاعتراف وهذه في حقيقة الأمر مسألة تقنية ومسألة قانونية وانا نحب نوضع واناكد اللي كونه في مجالة إجراءة جزائية وحتى نعنا كنيبة عمية حتى مع العناصر الإرهابية يتم التحرير مع المضلون فيهم ومعناها نعطيه تعليمات في الإذن ضرورة الإذن على الفحص التبي وإذا كانت تجاوزية ترى النياب العمية والقضاء بالمرصاد لكل شخص يمس الحرمة الجسدية للإنسان لأنه بالنسبة لنحن حقوق الإنسان حق الحرمة الجسدية للإنسان حق متفول طبعا حق متكرس وحق دستوري حق متكرس والقضاء بطنيات حاب يسعى إلي حميد الأمن العام لاحترام المحيمات حقوق الإنسان لدي دقيقتين من الوقت سيد شيرني هل بالضرورة دائما وجود حالة طوارئ هل هي بالضرورة دائما أن تكون هناك تعدي على حقوق الإنسان مثل ما يتحدث هذا التقرير هل يمكن التوفيق بين فرض حالة طوارئ من جهة ومحاربة الإرهاب وكذلك الحفاظ على حقوق الإنسان بطبيعة الحال لا يمكن تبرير انتهاكات حقوق الإنسان مهما كان بحالة الطوارئ أو بمكافحة الإرهاب هناك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يفرض على الدول التي صادقت عليه على احترام جملة من الحقوق الدنيا أثناء حالات الطوارئ ونحن نطالب بأن يتم احترام حقوق الإنسان أن يتم احترام الحرمة الجسدية للإنسان أن لا يتم تعذيب يعني هذا لأن حظر التعذيب هو مطلق ولا يمكن تبريره مهما كانت الظروف أيضا حرية التعبير لا يمكن الحد منها هناك المجتمع الديمقراطي فيه مبادئ ونحن كما جاء في تقرير المقرر المعني باحترام حقوق الإنسان أثناء الحرب على الإرهاب يعني تونس تعتبر منارة هناك العديد من الأشياء الإيجابية يجب أن ندعمها نحن لسنا متشائمين نشعر أن هناك التقدم ولكن هذا التقدم بطيء ويتم على حساب العديد من الضحايا في حالات الانتلاكات ونحن نطالب بأن تتم المحاسبة ربما تحصل تجاوزات لأنه لا لم يتم إصلاح المدومة الأمنية والقاملية والمؤسسات أسف السيد منذر الشارني يجب أن المحاسبة لا تكلف كثيرا السيد منذر الشارني شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة كذلك أود أن أشكر سيد سفيان أسليطي كنتما معنا مباشرة من تونس إذن مشاهدنا الكرام وصلنا إلى نهاية الجزء لا أولا من المسايا لقاء نتجدد بعد هذا الفاصل والجزء الثاني حول ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر